استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأمير تميم بن حمد وتمنيات الرئيس السيسي للولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار من جانبه أكد أمير قطر على ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور مشددا على حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر مراسم استقبل رسمي بالدوان الأمير لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة سعادة وترحيب بالضيف المصري في زيارة هي الأولى للأراضي القطرية وفد رفيع المستوى يشارك من الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين العلاقات القوية تعكسها ترحاب الأمير تميم برئيس الوزراء المصري وحمله تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي مثامنا حضور فخامة الرئيس لافتتاح بطولة كأس العالم واصفا إياها برسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور وحرص قطر على زيادة حجم استثماراتها في مصر في مختلف القطاعات ومن هنا عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الغزراء جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص مؤكدا الترحاب دوما باستثمارات الأشقاء القطريين في مختلف القطاعات في مصر ناقلا رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد وتمنياته بدوام الرخاء والازدهار للدولة القطرية توافق بين الشركاء المصريين والقطريين خلال جلسة المباحثات الموسعة التي ضمت وفدي البلدين زيادة فرص الاستثمار والاتفاق على عقد منتدى الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري لتمهيد الطريق أمام الاستثمار من كلتا الدولتين وتسعى قطر خلال المباحثات للدخول بقوة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفنادق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة وبحضور رئيسي وزراء البلدين تم توقيع على اتفاقية إزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب الضريب بما يماهد لتشجيع مناخ الاستثمار وتقليل العبئ على رؤوس الأموال وبما يسهم في تعظيم قدراتنا الانتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية زيارة مهمة وقوية تعكس آمال البلدين في عودة العلاقات الجيدة بينهما وزيادة حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار ورأب الصدع العربي بما يجعله صفا واحدا أمام الأزامات الدولية والعالمية من العاصمة القطرية الدوحة حماد العرب التلفزيون المصري